معركة الأسود والحمير محمد رمضان كعادته يثير جدلاً منذ بداية رمضان وقبل كده بتعليقاته المختلفة يبدو أن بعض النجوم بتكون مشكلتهم الكبيرة عندهم هم بمعنى أنه ممكن يكون الفنان موهوباً وعنده موهبة كبيرة لكن للأسف الشديد بعض التعليقات اللي يكتبها ممكن تضيع كل ده وتضيع أي نجاح يعني محمد رمضان في اعتقادي في يقيني لا يحتاج لعدو هو عدو نفسه اللي هو الشهرة اللي بتتحقق بشكل كبير فتضيع بانطباعات زي المبهى والتباهي بعدد السيارات وبطائرة خاصة وببعض التعليقات مشهد جنسي يحزف يضع على صفحته وزي المعركة الأخيرة يعني الناس لازم تتقبل وجهات النظر ما فيش داعي أبدا أنه فيه فنان يشتم زملائه بأنهم حمير وأنه أسد قبل ما نشوف يا طرى من هم الأسود ومن هم الحمير تعالوا نشوف كيف بدأت المعركة ودخلت فين وهي معركة الحياة مهمة جدا لأن الشهرة في لحظه حدين يطلعك لفوق قوي ويحطمك في نفس الوقت إذا أسيء استخدامها أو إذا لم يكن الشخص مؤهلا نفسيا لهذه الشهرة وهذا النجاح الكبير وهذه الأموال الطائلة اللي بتنزل عليه وهي الحياة نتاج نجاح يعني محدش بيقول حاجة لكن الشهرة تطلعك لفوق جدا وفي نفس الوقت ممكن تحطمك وتخليك تقع في مستنقع الغرور الشديد زي ما بيحصل مع محمد رمضان هذه الأيام هو مين بيحدد رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة الناس هي اللي بتحدد شوفت أحمد زاكي في يوم الأيام أو عمر الشريف أو فاتن حمامة أو عمالقة الفن حد فيهم بيقول أنا رقم واحد وأنا أحسن ممثل في مصر مفيش حد يمكن أن يقول على نفسه أحسن واحد يسيب الناس هي اللي تقول كده يكون عنده آه ثقة ويقين بكده لكن أول ما يقول ده يبقى الحياة هو آخر واحد اللي يقول على نفسه أنا رقم واحد في مصر لا ثقة أنه آخر واحد لا يمكن أبدا يا جماعة الناس تحاول أن تنتزع الألقاب تسيب الناس هي اللي تقول تقول مين هو اللي بيحتل المقدمة وإذا ما في حد كمان قال وجهة نظر مختلفة زي ما البعض علقوا مش لازم أشتمهم كتب بقى محمد رمضان التويتر اللي انتو حتشوفوه على الشاشة قال أن صفات الأسود أنها لا تنشغل برأي الحمير ده تعقبا على الزملاء اللي كتبوا أرأهم على أنه رقم واحد فالحقيقة لا الأسود بتقول إحنا أسود والحمير كمان يا محمد في اعتقادي الحمار هو الذي لا يستفيد من تجارب الغير على محمد رمضان نشوف تجارب الغير كده كل اللي خدتهم العنجهية واعتقدوا أنهم كل شيء وأن الحياة تتوقف عندهم انتهوا بسرعة فاللي ما بيشوفش هذه التجارب هو الحمار مش اللي يمكن أن يعلق على بعض الأراء ولا حده حمار ولا يجب أن يوصف حد بأنه حمار لكن الناس تستفيد من تجارب الغير وفكرة الإساءات المتبادلة خاصة كمان محمد موهوب وسنه صغير يعني ما فيش حد لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك ماهما كان بقى في حد يختلف يتطفق لكن هو لا يحتاج إلى عدو هو يدمر نفسه بنفسه تعرفين فرانكشتاين العالم اللي صنع وحشا والوحش في النهاية قتله هو محمد رمضان يصنع وحشا عاوز يصنع بالتعليقات ده وحش اسمه محمد رمضان الأسطورة والمبكرا يعني فهذا الوحش أول ما حيلتهه مهيلتهه محمد رمضان نفسه اللي هو حكاية أنك تصنع وتنسج أساطير حول نفسك فتبقى بالضبط فرانكشتاين يعني ويحطمك هذا الوحش اللي أنت قاعد تصنع فيه لأنه وحش خيالي ووحش وهمي يعني فأعتقد أنه الحمار هو الذي لا يستفيد من تجارب الغير وكمان الناس عليها أنها تتقبل كل وجهات النظر يعني إذا كان في بعض الفنانين علقوا فكان يجب أنه يتجاوب مع هذه التعليقات مين قال أنه في حد ممكن أن يقوله أنه رقم واحد يعني وهي موضة شغالة يعني وإذا رد حد وقال لا وشوف أحمد زاكي بيعمل إيه ومحمود عبد العزيزي ما أقولهمش بقى أنت حمير مسألة مخيفة خاصة كمان زي ما بقول لكم من الواضح جدا أن تعليقات محمد رمضان الكثيرة والمتعددة هي اللي بتؤدي في النهاية إلى سقوطه بهذا الشكل يعني الفنان الكبير اللي مشغول بفنه شوفتوا أحمد زاكي بيعمل دول عمر الشريف ولا فاتن حمامة يعني حتى في عمالقة الفن في كل الأجيال وفي كل العالم يعني ما فيش حد بيقعد ينسك حول نفسه الأساطير بهذا الشكل ويتصور بشكل استفزازي ويعلق ويغضب إذا معلق البعض عليه بشكل يختلف معاه فزي ما بقول لكم محمد رمضان يبدو أنه لا يحتاج إلى عدو هو عدو نفسي شكرا